ملاعب كرة القدم لا تخلو من الإصابات والتي تعتبر جزءاً أصيلاً من اللعبة لكن بعض الإصابات قد تكون خطيرة لحد إنهاء مسيرة بعض اللاعبين خلال الساعة الماضية ظهر النجم المغربي جواد اليوميق مدافع بلد الوليد الإسباني مثيراً للقلق الشديد بشأن مسيرته الكروية بعدما بات مغلق العين تماماً فماذا حدث وما هي حالته؟ على مدار تاريخ كرة القدم شاهدنا العديد من الإصابات الخطيرة والتي أنهت مسيرة بعض اللاعبين في الكثير من الأحيان لخطورتها الكبيرة جواد اليوميق مدافع نادي بلد الوليد الإسباني كان أحد اللاعبين المشاركين مع المنتخب المغربي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم لعام 2022 وكان اليوميق أحد الأعمدة الأساسية في صفوف المنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم مقدماً مستويات مذهلة رفقة قائد الكتيبة الدفاعية رومان سايس وكانت من أبرز مباريات اليوميق مع المنتخب المغربي مباراة البرتغال والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدف نظيف بعد نجاح اليوميق ورفاقه في الحفاظ على نظافة الشباك في ظل إصابة كبيرة كان يعاني منها سايس ما جعل اليوميق القائد الأول لكتيبة مدافع أسود الأطلس في هذا اللقاء خلال مواجهة بلد الوليد وجيرون الأخيرة بالدور الإسباني شارك جواد اليوميق بشكل أساسي قبل أن يغادر أرضية الملعب بشكل مفاجئ في الدقيقة الرابعة والستين وبعد ما يقرب من 20 دقيقة ظهر اليوميق أخيرا على مقاعد البودلاء لكنه كان يغطي عينه اليمنى بشكل كامل وظل يتابع المباراة من مقاعد البودلاء حتى النهاية وبعد المباراة زاد القلق بشأن حالة جواد اليوميق والذي لم يغادر ملعب مواجهة جيرونة رفقة فريقه على متن الحافلة المعتادة أو بسيارة خاصة إلى منزله عدسات الكاميرات رصدت سيارة إسعاف تنقل جواد اليوميق من ملعب المباراة مباشرة نحو المستشفى لإجراء فحوصات عاجلة بعدما أكد الأطباء خطورة موقفه وكشفت تقارير إسبانية في الوقت الحالي إن اليوميق لا يمكنه الرؤية بعينه اليمنى على الإطلاق وهو الأمر الذي استمر لنهاية المباراة ليتم نقله سريعا للمستشفى وظل الجدل مثارا حتى خرج النجم المغربي بتصريحات عبر حسابه الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لحسم المسألة وإعلان تطورات الإصابة وقال النجم المغربي جواد اليوميق إن الفحوصات التي خضع لها جاءت إيجابية وأن الأطباء طمأنوه على حالته الصحية ووجه الشكر للجماهير التي ظلت تتابع حالته بقلق بالغ خلال الموسم الحالي لعب جواد اليوميق بقميص بلد الوليد عشرين مباراة في مختلف المسابقات ونجح رغم كونه مدافعا في أن يسجل هدفا وحيدا وعلى المستوى الدولي لعب اليوميق سبع مباريات بقميص المنتخب المغربي من بينها ست مباريات خلال النسخة الأخيرة من بطولة الكأس العالم لعام 2022